أهداف الدارس هي خراية نص مطول و اكتساب مفردات جديرة مكتوب عليها القطعة الاستيعابية يعني القطعة اللي عليها اسئلة واجواء اللي يجي منها بالامتحان الوزاري حسا خلنا اخذ مجموعة الكلمات اللي راح نشوفين بالستيدنس بوك و بالاكتيفتي بوك حسا عدك اول كلمة عمر rectangle بانغازي بنغازي بلو بلو كابطال كابطال كادل كادل سنتيغرر سنتيغرر سنتيغررر كلمة 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 export export fertile fertile forest grassland grassland gum join join khartoum khartoum Libya Libya narrow narrow natural gas natural gas netheran netheran producer 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 produce produce product product record record refinery 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 source sudan 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 sugar temperature 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 triple a triple a triple t y t t t t t t t تيجي انت تقراها باعر سايد دك هنا العنوان هو 2 african countries 2 african countries so they are going to talk about 2 african countries and they are ليبيا بلدين افريقيين بلدين افريقيين ادك ليبيا ليبيا and you have sudan sudan اذا ما هكتون عندني البلدين الافريقيين هذه القطعة طبعا انت المفروض توقف الفيديو تقرى القطعة على kfk طبعا برده ما توقف الفيديو تقرى القطعة على kfk بشقيها ليبيا من sudan عندك معاني الكلمات موجودة حاول تفتهمها مجتمع لازم توقف الفيديو وتسوي هذا النشاط طبعا ما تخلص هذا النشاط او هذه العملية مع القراءة وشروح لي للاكتivity book وشروح لي عن للاكتivity book اللي هو هادا which country is bigger which country is bigger find answers to these questions about libya and sudan quickly in the list on page 71 of your students book write short answers which country is bigger which A قليل قليل فو قليل فو ما يوجدون ما يوجدون مجموعة ما يوجدون ما يوجدون ما يوجدون تكمل هذا السؤال طمعنا ترجع اخرى الناس اطلع انه تجي الهذا النيبي read the text and mark these sentences true or false 1 Libya is mostly desert طبعا نشوف الكلمات اللي تحتاج المهمات اللي هنا بقسم المعاني 2 it is always very hot there 3 there is no agriculture 4 it produces oil طمعنا it تنتبه مانا لبيا يعني ممكن بالمتاح نقول لك لبيا produces oil 4 4 5 البتس مغنى is a modern city ها ان من ها ان لبيا ها سيتيجي هنا سودان 1 سودان has a cost line on the Mediterranean سودان has a cost line on the Mediterranean 2 the capital is cartoon the capital of سودان طبعا is cartoon 3 it هنال اتمكن كون شنو سودان 5 it gets most of its water from the blue nile the blue nile 4 it produces cotton sugar and gum milk راح تجي تروح تقرأ ناس من جديد وتطلع اشعر دلي الجمل صح او خطأ فنازم توقف الفيديو وتحاول الحلمانة موجود للتروح مباشرة للحلمانة موجود كله بالشرح حاول بداية تقرأ على متعرفة تطلع المعلومة باللغة الإنجليزية حلول مادنة موجودة بالشرح خاصة بالدرس c يشيري بنا correct the false sentences صحح الجمل الخطأ يعني ما راح أصر عندك جمل الخطأ هنا راح أصححا correct the false sentences ومنطق مجال اذا راح أتوقف في الفيديو نصوي النشاط الأول هذا التمرين نعم بكسرسائز ب بكسرسائز سي مبارا متخلص راح تجي تلقى الأجوبة هناك تقارن أجوبتك حاول تحلوا بعدين تقارن أجوبتك بواسنة 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 ما هو المنتج الرئيسي لليبيا؟ ان هذا العمل راح تجي الإجابة هي it is oil it is oil 2 triple E is the capital of منطق فراغات سودان إيجيبت وليبيا triple E is the capital of triple E is the capital of capital نمانه آسما triple E is the capital of سودان إيجيبت وليبيا 3 سودان has a coastline on the mediterranean sea سودان has a coastline on the mediterranean sea هل هو F triple E is the capital of okay ليبيا ما هذا الحال 4 ليبيا is mostly desert F ليبيا is always very hot F the capital of سودان is كورتوم هاي مما تحتاج حتى تقرأ هاي مما تحتاج حتى تقرأ هاي the capital of سودان is كورتوم كورتوم sorry احسن احسن راح نيجي حتى من أكسرسيز اوكي اكسرسيز اللي وهذه التمرين جداً مهمة بـ معاني كلمات بيش انو معاني كلمات طيب أحنى نعمقى هناخنة خطأ هاذين نجدل صحاً نقول بس أكسرسيز okay and then how that exercise d activity book page 92 find the words in the text to match these definitions to match these definitions okay opposite of white opposite of white I kiss kinemet okay I kiss kinemet a sofa a limana are you narrow narrow to cows cows cattle cattle very old very old ancient ancient for without mountains without any bidun jibal flat flat things that farmers grow things bad farmers was our aim grow is wrong she is a whole a crops for things that a country things that a country produces and sells unit it way I mean to other countries little would down the other I share that a country is I'm sorry I'm sorry I want exports a factory must not for changing sugar or oil from their natural state من حالتها الطبيعية الى حالة اخرى شو صحولة refinery refinery okay eight a kind of glue no من الصمخ شو صحولة gum gum طمعا هم بالامتحان ممكن يجيبو لك هذاني العفو يجيبو لك هذاني بالاصفار يقول لك write the definition okay هذاني يجيبو لك هذاني يجيبو لك هذاني ويقول لك write the definition خليلا معشه انت لازم شو تحفظ؟ تحفظ الكلمة الغير مضاللة تحفظ أملاءها تحفظ شنو؟ بعملاءها ممكن يسهلك العملية يقولك match the words with the definition يعني يجيب لك ذني بالاصفر المضللات بالاصفر وتأجر مجرد يسوي matching مجرد يسوي يعني اثنين اثنين يجيب الكهن بس تسوي مزاوجة مثل ما احنا متعلميها فسوى المزاوجة اذا طريقتين فانت بالبدأ لازم تحفق ذني الكلمات لانه ممكن يقولك write write words that match these definitions يعني اكتب كلمات اكتب بس ما عدا يقولك اكتب كلمات تدل على هذه التعريف انت تنطيها دني الكلمات وممكن ان الطريقة الثانية واللي هي الطريقة اسهل ممكن انه يجيب لكيها ثنينتين وانت مجرد يسزاوج وهذا التمرين المهم لي معاني الكلمات اخر شي راح ناخذ بهذا الوحدة او بهذا اللسن العفو اللي هو انشاء الوحدة السابعة انشاء الوحدة السابعة انشاء الوحدة السابعة شي يقول write about a country write about a country اكتب عن بلد طبعا هذا مأخوض نصا من احد الامتحانات الوزارية منطق السؤال اكتب عن بلد وبعد يقولك اكتب عن بلد يعني اي بلد ممكن تكتب عنه صحيح اي بلد ممكن تكتب عنه صحيح يعني ذن الانشاءين اللي يحطيكيان ان مخترحات مخترحات وممكن انت تبدله لمن تكتب عن البلد make use يقولك استفد من النقاط التالية استفد من النقاط التالية او استخدم النقاط التالية يعني ليدك تكتب عن شنو name of the country اسم البلد the site الموقع the capital العاصمة the population السكان the rivers الأنهر crops المحاصيل the animals الحيوانات المتفر في هذا البلب the exports الصادرات and imports و الواردات انا اول واحد كاتب لك عن منه عن السودان ليش لان الكلمات المستخدمة بالقطع الاستيعابية كلهم تلقاها الموجودة هنا فتصر العملية جدا عليك سهلة والانشاء الثاني كتب لك عن العراق من paragraph تريد تكتب عن كنادا اي بلد رأيت بس تكتب لي بعض الظن الامور بس تكتب لي يريدك اهم التى ثم Julie بك الحية يمكنان ما اقارلكيها وهي الاعتناء قبل بالشكل صحولة شكل الانشاء بس هنا منطوق الانشاء الشي يريد منك يقولك write about a country اريدك شو تسويتك تكتب لي هنا انت راح تكتب عن country مثلا طبعا هذي الكلمة اول شي لازم تسوي لازم تعبش هنا هنا مقدار كلمة مثل ما ايفان هنا تحط العنوان العنوان هذي write about a country انت اكتب عن بلد ممكن تقول a country سودان احنا تكاتب عاني هنا عن سودان راح تيجي تقولي هنا بس هنا مثلا راح تكتبه هنا راح تجلبه لسودان راح تجلبه لسودان اوكي وتخلي لي هنا بالنص هذا الشكل طبعا علي الدرجة انتوك على بعض تخلي بالنص و كذلك بالنسبة لبقية الانشاءات مثلا اذا قائب لك write about a friend اوكي 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 هسا انا هنا اكتب السودان هسا نحن نيجع عليها واحد واحد name of a country شن هو سودان is a big country in Africa ثلناتين يعني النام والسايت الثلناتين حطيتنا بجملة واحدة النام والسايت الاسم والموقع الثلناتين حطيتنا بجملة واحدة سودان is a big country in Africa هسا يجع علي من the capital العاصمة the capital of Sudan is Khartoum capital عاصمة السودان هي الخartoum the population السكان the population of Sudan is 30 million people طعنا مانا مرح يحسبوك على العلم لابتكدو 30 million من انهم مو عند ابتحان جورافية the population راح تجد قول the population of Sudan is 30 million people the rivers الانهر it in Sudan has two rivers أشعدهم نهرين the blue Nile نيل الأزرق and white Nile النيل الأبيض as you know the rivers as you know okay crops Sudan Sudan produces cotton Sudan Sudan تنتج الخطن crops المحاصيل the animals farmers raise raise farmers raise cattle farmers as you know what is stored oil and left okay إذن هاي عن السودان okay مثل ما قلنا انه قاعد يقول لك الانشاء write about a country write about a country بحسوي بحسوي لك انشاء ثاني عن من مهز المرة عن العراق وما قاعد لك ما محددنا بس يريد همشي هدنا اوكي ساخن نجا عليهم واحدة واحدة name of the country طبعا عنوانش راح يكون عديك هنا بالنص اراك اراك هتحط الان عنوان الراق تعي فعل الان كنمه name of the country the site والموقع رح تجي تقول اراك is a big country in asia بلد كبير في اسيا هتجي انه سانية من the capital okay رح تجي تقول the capital the capital of iraq is Baghdad عاصمة العراقية بغداد population سكان the population of iraq is 30 million people سكان العراق ثلاثين ثلاثين مليون نسمة the rivers الانهر it has two rivers it has two rivers ارا اخلم ثمن نهرين tigris digila and euphrates والفرات tigris and euphrates دجلا والفرات هذنه الانهر crops محاصيل iraq iraq طبعا اهنا ما ذاكرها آني خلنا صحها شين تجي العراق okay تقدر تقول هنا تقدر تقول ممكن تقول انكتبويل يمويل التمر تقدر تقول غير التمر تقدر تقول غير التمر بشينا بشينا ترو الحيوانية Farmers raise cattle كربون والماشية لها they export ويزراء الرادات iraq export and imports ويستورد السيارات حسنا هذي نهاية الدرس السادس اليوم شي تعلمنا بلسن سكس اللي اسمه 2 أفريكان كونتريز تعلمنا نقره قطعة طويلة بشاند لأن قطعة قطعة بشاند نصوصها قطعا ليبيا والسودان نصوصها قطعا ليبيا والسودان تعلمنا مفردات جديدة لقينا ايضا معاني كلمات مشابهة أو السنانمز الي هنا ذني قلنا تمرين هذا جدا مهم وآخر شي كتبنا إنشاء write about a country أكتب عن بلد وليلك تلتزم لي أهم شي عندك بالإنشاء قلنا تكتب لي هذه العنوان عرف الكلمة هنا أنا تنتبه الخطك والتنقيط ما لك إذا هنا مثلا نحنا قلنا العنوان ما لهذا رح يكون يبعد لأنه أنا كاتبين على العنوان و تخلي ليه وين بالنص وتكتب عنه وقلنا هذان الانشاءات مخترحات اذا هذا كل ما موجود عندنا بعض الدرس واللي مثل ما شفنا درس بهم من لانه بانشاء وبخطاء استيابية وبتمرين معاني كلمات اتمنى لكم كل التوفيق